بسم الله الرحمن الرحيم وتمضي الأيام سريعا تمضي أيام رمضان متلاحقة ويقترب الشهر الفضيل من نهايته ولكن هذه الأيام المباركة لم تكن كافية لترضع أو لترضع بعض زبانية تجار الكراهية في أنبل الميادين ميدان الرياضة إبراهيم أهلا بك يا بشمهندس أهلا بك يا عزائي المشاهدين وكل سنة وحضراتك طيبين فعلا تمضي الأيام الشهر الفضيل سريعة متلاحقة وتقريبا بنبدأ الأسبوع الأخير من شهر رمضان كل سنة وحضراتك طيبين المهندس عدلي بيشير إلى ظاهرة غريبة وعجيبة الشياطين بتصفد في الشهر الكريم لكن شياطين الإنس تأبى إلا أن تمارس كل هواياتها وكل ألعبها ضد الأهل وضد الرياضة وضد الاستقرار وضد حاجات كتيرة بشمهندس لعلك ملاحظها يا أستاذ إبراهيم يا أعزائي يا أشقائي يا أسزتي يا أبنائي الدين جزء منه عبادة فأنت ظن أنك وأنت تؤدي العبادات قد حققت المراد العبادة هي وسيلة لغاية ضبط الخلق وضبط المجتمعات والوصول بالحالة الإنسانية إلى مراحل من السمو والنبل والتكافل والصدق أما يا أستاذ إبراهيم أن تكون تجارتنا الفاسدة هي الكذب ثم الكذب وأنت تعلم أنك تجذب وهم يعلمون أنهم يجذبون هذه كارثة مش بس ستؤجج أو تلقي بآثامها على مرتكبيها ولكنها ستؤجج إلى صراعات وخلافات ربنا يستر عليه ربنا يستر فعلا لأن الحقيقة المسألة بتتزايد ومع قوة المنافسات ومع طبيعة الكرة وطبيعة البطولات ومع حمية المعارك الكروية بتزداد وطأة مثل هذه السلوكيات الشيطانية لكن الغريب والعجيب أنه لا أحد يحاسب وأنه بالعكس الممارسات بتزيد الطريق أصلا الأداء اللي كل حاجة فيه أيما على الغرابة وعلى اللامعقول وعلى حتى الألفاظ الغريبة والعجيبة على القموس بس عايزة أسألك أباش مهندس وإنت راصد أو شاهد على تاريخ التطور في الحركة الرياضية كلام ده جديد شوف هو مش جديد لكن مكان لهش يعني المكانة اللي هو وصله دلوقتي التأثير لا المكانة ما هو التأثير جاء نتيجة المكانة اللي التي وصل إليها هؤلاء يعني لو اعتبرنا ده نتيجة التطور في السوشيال ميديا والميديا عاما مش بس السوشيال ميديا أستاذ أبراهيم لكن هل طبيعة المنافسين أستاذ أبراهيم وما يخططوه للأهلي عندما عندما لا مش مسألة جديدة هو ما فيش حاجة جديدة الشر الخير من منذ القدم من أعام قبيل وهبيل لكن الفكرة الأدوات إيه اللي أنت يعني النهار ده كان فيه ناس بتستحي ما بتكذبش الكتب المفضوح وبالتجرق ده وبالإلحاح ده وبالتنظيم ده وبالتخطيط ده بحيث أنها تجرجرك في صراعات هم عارفين إنها يعني ستؤدي إلى مصايب ويريتها بس تخص النادي الآلي سيدفع ثمنها يعني علاقات بين شعوب الموضوع مش هزار يا جماعة الموضوع إذا كانش فيه يعني حد عادي يرتدع نرضعه فيه مسؤولين يستطيعون يروا ما ستقول إلي الأمور إنما بالطريقة دي الكذب والتحامل والتشيير والتشويش والتضليل والتدليس يحكموا المشهد الإعلامي بالمنظر ده ولبقول المشهد الإعلامي لا أقصد الإعلام المحترف الإعلام المحترف فقط لا ده دلوقتي كل واحد يستطيع أنه يعمل لنفسه يعني منصة ويجيب مئات الألوف من المتابعين ويصبح له تأثير وبعد شوية تحول إلى حد يتعامل حسابه الموضوع ما يتخذش بالبساطة دي وعندنا آليات للحساب وسمعنا أنها حطت ضوابط وأنها حتتحرك ويعني أنا مستعد أن أنا أعمل لها قائمة بالمواقع اللي العمالة بتبث أو تضعس إحنا قلنا بطبخة المسمومة طب مين العمال يتبخها ومين كل يوم يقدم طبق جديد في هذه الطبخة المسمومة يعني هل هو خافي علينا ولا كل الناس شايفه بوضوح تام مين اللي بيعمل كده في بعض الإعلاميين انتماءتهم رغم منها آه منهم إعلاميين انتماءتهم مش مع النادي الأهلي ولكن ملتزمين بقدر من الضمير والمسئولية والمهنية يخليهم يخليهم يعني ياخدوا الأمور بشكل كده كما ينبغي أن يكون آه عايزك تخسر ممكن لازم يكون عايزك تخسر ما هو وبشجع نادي تاني لكن وهو عايزك تخسر آه عايز الدنيا تولع إذا ما كسبش هي دي المصيبة هي دي المصيبة ستبراك